هو حكم أرقوش؟ سؤال استنكاري بيقول بعض الناس لما بيحسوا إن القرارات الحاسمة بتظلمهم يعني مثلاً بيقال بإن رجل راح لأرقوش يشتكيله من تاجر أكل فلوسه عليه أرقوش استدعى التاجر وسأله عن السبب فقاله بكل بساطة كل ما جئت دينه وفلوسه أدور عليه ملاقوهش أرقوش فكر وحكم بسجن الراجل صاحب الدين ليه بقى؟ عشان اللي عليه فلوس يبقى عارف اللي ليه فلوس مكانه فين الحكاية اللي قلناها دي واحدة من حكايات كتيرة حدفها حاجة واحدة بس وهي إنك تبقى شايف إن أرقوش ده رجل غبي اللي ما تعرفوش إن الحقيقة عكس كده خالص وببساطة جديدة مهم نبقى عارفين إن أرقوش في الأساس تركي الأصل واسمه بهاي الدين أرقوش اعتمد عليه صلاح الدين الأيوبي في تزبيت دعائم الدولة وإنهاء الفوضى بعد وفاة الخليفة العبد وإنه شارك مع صلاح الدين الأيوبي في حروب ضد الصليبيين بحسب المؤرخين اللي أجمعوا على شجاعته بيقول عنه المؤرخ ابن خلكان إنه كان راجل صاحب همة عالية وإنه عنده خبرة عسكرية وسياسية وليه منجزات معملية لسه موجودة لحد النهاردة واللي بناها لما صلاح الدين الأيوبي طلب منه أثناء حروبه مع الصليبيين بتحصين مصر فبنى القلاع والأسوار زي صور القاهرة وقلعة المؤطم وأنشأ الجسور والأناطر والترع اللي ما تعرفوش هو ليه أصلا طلعت عليه شائعات تتهمه بالغباء السبب في ده هو إن أرأوش كان معروف بإنه رجل حاسم في قراراته وده طبيعي يخلق له أعداء منهم واحد اسمه ابن ماماتي ابن ماماتي ده ألف كتاب ساخر أسماء الفاشوش في حكم أرأوش كتب فيه كمية حكايات تموت من الده وفي مقال نشارته الجامعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب كتبه الأستاذ محمد خلف الرجدان استنت فيه على مصادر تاريخية كتيرة زي وفيات الأعيان لابن خلكان والبداية والنهاية لابن كسير بتنفي كل الحكايات دي وبتقول إن ابن ماماتي ما كانش عجبه إنه فيه واحد مش مصري يبقى درع صلاح الدين الأيوب بس طبعا لإن الحكايات عجبت الناس فضلت الحكايات عايشة من جيل لجيل وتظلم أرأوش وهو حي وهو ميت سلام موسيقى